لم يكد القيادي في ميليشيا الحثي مهدي المشاط ينهي مؤتمر صحفي كشف فيه امتلاك الميليشيا لأربع منظومات دفاع جوي جديدة حتى ارتفعت في أرجاء العاصمة صنعاء أصوات انفجارات ناجمة عن عدة غارات نفذها التحالف السعودي الإماراتي الغارات التي استهدفت المواقع العسكرية في جبلي عطان والنهدين ومواقع خارج العاصمة في منطقة سنحان جاءت بعد توقف قد يعود سببه إلى الحوار الجاري بين السعودية وميليشيا الحوثي عبر القنوات الخلفية كما كشف عن ذلك وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الحديث الحوثي عن امتلاك منظومة صواريخ حديثة تأكيد على استمرار تدفق الأسلحة من إيران لحلفائها في صنعاء على الرغم من القيود التي فرضها التحالف السعودي الإماراتي عملية تهريب الأسلحة للحوثيين لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات ولم تؤثر فيما يبدو عمليات الضبط المتكررة للأسلحة المهربة من قبل القوات الدولية المتواجدة في المياه الإقليمية اليمنية آخر تلك العمليات وقعت حين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل يومين من إعلان الحوثيين امتلاك صواريخ حديثة عن ضبطها لشحنة أسلحة متطورة كانت في طريقها للميليشيا المنظومة الصاروخية التي أعلن عنها المشاط دخلت عمليا ساحة المواجهات وتم اختبارها الفترة الماضية في المواجهات الدائرة في محافظتي الجوف ومأرب حيث استخدمت الميليشيا صواريخ مطورة في قصف عدد من الأحياء السكنية والمعسكرات الواقعة في المحافظتين تمكنت الميليشيا قبل أكثر من أسبوع من إسقاط طائرة مقاتلة سعودية فوق سماء محافظة الجوف بصاروخ أرض جو لم يكن ضمن الأسلحة التي تنتلكها في وقت سابق يرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي وحلفاءها يستغلون انشغال التحالف بإضعاف الشرعية والعمل على دعم الميليشيات التابعة له في القيام بالترتيب لإعادة السيطرة على مناطق كانت عصية عليها لم تستوعب السعودية الدرس الحوثي المتكرر منذ خمس سنوات وتعتقد أن بإمكانها ترويضه وفطمه عن طهران ورغم فشل محاولاتها تلك إلا أنها مصرة على السير في ذلك الطريق ذي الاتجاه الإجباري الوحيد يبدو أن الرياضة لا تفهم غير لغة الميليشيا والصواريخها التي لم تتوقف عن استهداف أراضيها ومصالحها الاستراتيجية والاقتصادية داخل المملكة المتعثرة بسياساتها وتبعيتها المفرطة لقرار أبو ظبي